اشتركوا في القناة وهذا على شمال ولاية المنيعة غرداية كذلك توقورت شمال ولاية ورقلة وحتى جنوب ولاية الواد وهذا الى غاية صباحة الغد ان شاء الله تنبيه ثاني عن هبوب الرياح قوية قد تصل سرعة 80 كم في الساعة على المنيعة غرداية كذلك توقورت ورقلة تميمون وحتى على الواد اذا سرعة الرياح قد تصل 80 كم في الساعة أما خلال يوم الغد فمصرحة الارصاد الجوية ترتقي بسحب سفلة مع ضباب خلال الصباح الباكر على المناطق الشمالية على السواحل وخاصة المرتفعات والهضاب مع تشكل سقيع والجليد اذا تقس بارد خلال صباح الباكر مع سحب سفلة لتصبح الأجواء غائمة جزئيا على المناطق الشمالية خلال صباحة الغد بعض الأمطار ستستمر في التساقط على منطقة الواحات ليتحسن تقس خلال واخر النهار ان شاء الله دائما هبوب الرياح قوية على شمال الصحرى منطقة الواحات وحتى على الصحراء الوسطى عفوا اذا مما سيعمل على تطاير للريمال درجات الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد ان شاء الله هنا تظهر أربع درجات دون الصفر على الهضاب العليا الغربية كذلك تقس بارد على الهضاب العليا الشرقية ثلث درجات دون الصفر ثلث درجات على العاصمة درجة واحدة على بشار خمس درجات على تين دوف كذلك أدرار وتيمي مونس ثلث درجات على إن صالح ونفس المقياس على الثامن رسال ثلاثم درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد ان شاء الله درجات الحر القسوة فصلية على المناطق الشمالية منخفضة خاصة على الهضاب مع سبع درجات فقط على البيض وسعيدة تسع درجات على الجلفة والغوات ستنشرين درجة على العاصمة ننتظر نفس المقياس على إيليزي من وعشرين درجة على ولاية جانت ساعترشين درجة على كولمن بسكرال مغير توقور تين دوف كذلك إن صالح وحد والثين درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد فمصرحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر هادئ على السواحي الغربي ريح ضعيف متغيرة الاتجاهات بينما بحر قليل اتراب على السواحي الوسطى والسواحي الشرقية ريح معتدلات تصلغية 40 كم في السمس اليوم الغد نهاية الأسبوع يوم الغد السبت الرابع من شهر فبراير على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون به حول الله في تمام السادسة وستاش دقيقة أشكركم على المتابعة أمسية طيبة للجميع في أمان الله